موسيقى 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 في هذا الدرس نتعلم شي جديد سنتعلم الاري واللوب سنقوم بسم الله و نبدأ أول شي سنفتح نضيف الاريبل سنسمي array name ممتاز الآن سنختار نلاحظ الملفي بالفصول تعليق تفاصيل في هذه المنطقة هذه المنطقة أول خانة هي الاسم موضوع الاريبل المليفي بالفصول الاريبل اختار نام لكن يوجد شيئاً جديد هذا هو كيف أن أغير نوعه دعوني نختار array ليس طريق مرقم واحد وعندنا مصوفي مجموعة خانات مجموعة خانات لاحظ أنا ما إجاني فراغ هنا أكتب الاسم على طول أعطاني الزائد وأعطاني السلة الحذف خلني نضيف الزائد لاحظ أعطاني الآن خانة خانتين ثلاثة يعني أنا بقدر أحط مجموعة قيم مجموعة أسماء name في هذا القيم ونفس الشيء لو أجيت أنا أحطت array float مثلا وجيت هون وخترت float تلاحظ أنا إجاني على طول array لأنه القيم اللي مرة ماضي خلت array فهو لو كان عندك single تقدر تحوله إلى array ممتاز بتضغط compile بتقدر تضيف قيم إضافية ممتاز طيب لو ضفنا هنا القيمة مثلا 11.12 هنا قيمة 22.1 وضفنا مثلا 155.25 صار عندي ثلاث قيم هذي كل القيم هاي float ولو إجيت على name بقدر أضيف كمان ثلاث أسماء مثلا نرامي بقدر أضيف كمان أحمد ممكن نقول فهد ممتاز لاحظ أنا صار عندي ثلاث أسماء في ملفي variable واحد طيب الآن لو سحبته أنا هون أخدت get لاحظ لما أنا بضيف الآن نفس هذا variable المخرج تابعه بمختلف شكله أول كان لما كنت أضع أنا name ويكون single لاحظ المخرج تابعه دائرة هون مربع فيه ثمن نقاط هون دوارة واحدة بتسحب ممتاز يعني هاي قيمة واحدة وهي من هذا ريمة صوبة ممتاز جدا جدا طيب الآن نفس الشيء اللي float سأعطينا عفون بدأ أضع get ممتاز نفس الشكل طيب الآن خلينا نأخذ نظرة على كيف أجيب المعلومات من جوا طيب أنا عندي سؤال لو أنا جبت الفلوت هذا الفلوت فيه على رياضيات طب لو أنا ضكبست ضرب أعطاني multiply طب لو اخترت ما رح يصير لاحظ ما قبل يوصلها ليش لأنه هاي مجموعة أرقام ما بضرب بكل أرقام لكن بضرب في قيمة واحدة كيف أطلع القيمة بكتب get باجي get a copy خد نسخة طيب نسخة عن إيش لاحظ أنت فيه هنا رقم integer إيش هو الآن هاي الأرية إليها index index 0 index 1 index 2 القيمة موجودة هنا صفر طيب الآن لما أنا حكيت له get خد القيمة index 0 اللي هي قيمتها 11.22 ممتاز جدا طيب بعد هيك بقدر أضربها لاحظ بقدر أعفل عملية الضرب وبقدر أسوي عملية الجمع بقدر أعمل كل القيم الرياضيات اللي عليها منطرح القسمة اللي بدك هي بتقدر تعمله أنت أخذت نسخة اللي هي قيمة رقم 0 من داخل هاي المصففة ونفس الشيء بتقدر تعمله مع النام بتكتب get copy خد نسخة وتحدد له أي نسخة بدك يا أي اسم اسم صفر اللي هو رامي لو حاطنا رقم 2 اللي هي فهد ممتاز جدا جدا طيب الآن خلنمسح هاي خلنوخد الآن نظرة على كل هاي القيم اشياء أو النوت اللي نريد أن نستخدمها مع الري أول واحدة خلن نتعلم على remove في عندنا remove index remove item خلنوخدر remove index أول واحدة ممتاز الاندكس اللي هي المخزون تبعه اللي هون طيب أي اندكس تهدف صفر يعني هتحذف رامي لو حطت رقم 1 رح تحذف أحمد فالآن هاي الخانة لو صار فيه أمر وداخل عليها على الإكسيكيوشن وطلع بعدين من هون الآن رح يحذف رقم 1 اللي هو الاسم الخانة الاندكس 1 مش الأولى مش واحد من الأولى لا الاندكس رقم 1 هاي عدف أحمد ممتاز جدا جدا طيب غير remove index في عندنا remove item لأن remove item مبدأها بحذف بالخانة اللي تكتبه اسم هون يعني بتكتب مثلا رامي تاخده copy بتحط اسمي هون اسم رامي هون بتحط الآن شو بعمل بس يدخل بحذف رامي بعدين بطلع لك بوليان البوليان يعني صح أو خطأ لو حذف لو كان رامي موجود بعطيك على الطول true لو ما حذف بعطيك false ممتاز جدا جدا طيب بعد هيك بتقدر كمان تعمل add طب هاي add رياضيات يعني لا مش رياضيات هون في عندك الر لاحظ add الر ضيف خانة على المصفوفة يعني ايش هي الخانة مثلا بدأ اكتب عندي مثلا رامي احمد فهد لو بدأ احط انا مثلا محمد الان رح يضيف محمد على الر ورح يطلع كمان رح يقول لك ايش رقم المحمد في الر يعني مكتوب لكم the index of the newly added item رح يكتب لك رقم ثلاثة هذا انتجر المخرج رقم صحيح بدون رقم عشرية رقم صحيح واحد ثلاث اربعة بدون فواصل رح يخرج لك الرقم ايش الرقم اللي هو الرقم الاندس اللي تم اضافته رح يكون رقم محمد رقم index 3 يعني رح يطلع بقيمة ثلاثة ممتاز جدا جدا طيب هايتعلمنا add في عندنا add unique في الارد نفس add unique ايش فكرة add unique اضف كمان اضافة لكن ما بضيف اسم موجود يعني لو كتبنا هنا مرة ثانية رامي ما برضى يضيفه لانه رامي موجود في المصوفة ولو كتبنا احمد كمان ما رح يضيفه لو بس لك خالد رح تلاقي خالد تم اضافته للخان الثالث وفي نفس الوقت تحضي نفس المخرج integer قيمة رقم ثلاثة اللي قيمة خالد رح يستطيع لديك خالد هون ويطلع يطبع رقم ثلاثة طيب ممتاز جدا جدا طيب الان كمان انا بدي اعطيك مراهضة في هون عن مثل حذف هاي لو انا ضغط عليها بحذف كل شي شايف احذف كل القيام الموجودة ممتاز طيب الان بعد احنا علمنا add unique خلينا نشوف على set set r m دعنا نشوف هاي الان في هاي الحالة عنا بسيب تغيير القيمة حسب رقم الاندكس يعني انا عندي الاندكس رقم صفر رامي بحط لو انا بدي هون تحط لي بدل رامي حط محمد بسير لو انا هاي تمت العملية هاي رح يتم حدف الخان صفر ويحط بدل محمد هاي ايش بسيب بقيم بقوم بتغيير القيمة حسب رقم الاندكس قام تغيير القيمة الموجودة حسب رقم الاندكس فانت بمهون تغير مثلا اثنين رح يختار يغير فهد يخلي محمد هاي فكرة set r الم ممتاز اللي بعدها خلينا نشوف contains item فكرة contains item اذا احمد لو موجود احمد بقيم true لو مش موجود احمد بقيم false هاي بكل بساطة باختصار contains يعني يا صح يا خطأ هل موجود ولا لا بس ممتاز جدا 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 طيب بعدها كمان find item الان اوجد لو حطينا احنا هنا كمان احمد شو بعمل بروح بتطع لك قيمة احمد موجودة هون يعني بتشوف هل سيتم ايجاد قيمة احمد الموجودة بس اذا ما كان موجود راي يعطيك ناقص واحد if it's not found شوف كتب ان the index of the item was found رقم الاندكس القيمة اللي تم ايجادها او ناقص واحد لو لم يتم ايجادها هاي هي الفكرة لانه اقل رقم موجود انه هو صفر فنقص واحد اللي هي انه ما فيش اشي ممتاز جدا 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 طيب اخر خلين لسي لدينا كمان clear هاي clear اللي هي حذف كل القيم هاي يعني بيضغط على هاي و حاله بهذا الامر clear بيمسح كل القيم بيمسح المحتويات الموجود جواتها كل ممتاز اخر واحد خلين نشوف link link الان رح يطبع لك بس كم index موجود جو الريهاي رح يطبع القيمة 4 هون في صحيح مكتوب 3 بس هما 4 قيم 0 محسوبة 0 1 2 3 4 رح يقول لك كم طول هذه المصوفة طول هذه المصوفة الموجودة حاليا هي 4 ممتاز جدا 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 طيب ونفس الشيء اللي تعلمنا قبل شوي بانطبق كمان على الرائلة لفلوت يعني انا لحطته remove بقدر اختار remove index remove item اختار add بقدر اختار add unique بقدر اختار set الم كمان كمان اشخاص عندنا contain contain بقدر كمان اختار find بقدر كمان اختار clear واخر واحدة اللي هي link كل اللي قبل شوي استخدمنا على name هي قدامنا الان حطاتها كلها تبشاشة قدامنا تقدر تستخدم ها كمان على float وطبعا اول واحد استخدم لها اللي هي get تقدر تستخدم كل هدول ما فيش اي مشاكل على اي نوع ريم موجود عندك بارفك تقدر تاخد screenshot لشاشة لو حاب تاخد كل القائمة كلية مع بعض ممتاز نمسح طيب الان من استخدم الريم ونسوي عليها نشغلها بكود كامل خلينا نجرب خلينا نقول مثلا event begin play لما تبدأ اللعبة بدي استخدم الريم بدي اقطع او دعونا نتعلم عن loop for each loop دعونا استخدم هاي ممتاز الان for each loop يعني هاد كلمة loop يعني التكرار يعني كرر كرر على القيم الموجود الموجود ان هنا اربعة يعني تسوي تكرار اربع مرات هما 0 1 2 3 هدول اربع قيم ممتاز طيب ايش بدك ايش بدي ايش يكرر بدي ايش نقول print string بدي ايطبع كلمة hello طب لو سويت compile save انا start لاحظ طبع hello ممتاز خلي بس نطور شوية لمدة زمنية 15 ثانية هاي خصاص print string خصاص 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 ممتاز 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 save طيب الان انا طبع لكلمة hello ليش طبع ما طبع النصوص لانو انا حاط hello براح يطبع الامر الموجود هون طبع انا كيف اقدر يطبع اسمها بسحب من هون array element الان صار يطبع هو القيم الموجود جو array خلينا نشوف compile نشغل طبع رامي احمد فهد وخالد ممتاز جدا طيب بس يخلص في عنا امر completed خلينا نقول print string خلينا قل completed ممتاز خلينا نقول 15 ثانية خلي لون احمر حتى يكون اوضح لنا ممتاز جدا الآن نحن نقوم complete يعني ماذا سيقوم بس تنفذ احكي انك complete start لاحظ رامي احمد فهد خالد completed خلصت هو يقول الآن انه خلص الاوامر كل ممتاز خلص اللوف خلص اللوف كامل طيب الآن تعلمنا على اللوف for each loop نتعلم على واحدة ثانية ماذا نتعلم على for each loop with break ونسحب من هون ونقول for each loop with break ماذا نتعلم انه يوقف عند خانة معينة نوصل نفس الاشي نوصل هاي هون ونوصل هاي هون الآن لو انا شغلت هذا الامر راح يطبع نفس الاوامر بالضبط طيب لماذا لاني ما شغلت break طب خلينا نشغل break كيف نشغل ونبدأ index ونستخدم الامر ونستخدم الاندكس نستخدم الاندكس بسحب بضغط مرتين يساوي بشي بدي equal الآن لما بقول له أنا لما توصل للقيمة صفر وقف او ممكن رقم واحد بتوقف عند واحد تختار له بقول له متى يوقف ممتاز ايش المخرج بوليان طيب معنى طالما بوليان ايش بختار branch بفكت بوصل branch اذا كان هذا الامر صحيح سوي break تمام الاندكس ارفع الاندكس ارتب ممتاز هذا الامر تابعنا كله مكمل الان ايش روينا قلنا له الاسماء سوي تقل اطبع لي اطبع الاندكس الاندكس اطبع الاندكس الاندكس اطبع الاندكس بس وقف عند رقم واحد وبعدين اطبع completed نجرب completed اشغل رامي احمد completed رائع جدا ممتاز طيب الان خلينا نجرب تعلمنا على الاري الاندكس خلينا نجرب على الاري element لو ضغط انا مرتين يساوي equal لاحظ هون ان لسه كمان بوليان نفس الاشي طيب ايش الاري بدي انا خلينا نقول خالد هيك رحي خلينا طال فهد لاحظ انا اخ 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 نفس نوع الاري اللي هو name فكتبت ال name نفس الموجود في القائمة هون بعدين قلت له اذا الاشي وصلته وقف سوي break توقف بعدين اطبع completed خلينا نجرب compile نشوف رحي وقف عند فهد رامي احمد فهد completed ممتاز جدا 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 هيك نحن خلصنا موضوع الاري طيب دعني نمسح كل هاي لنوخ شغلة سريعة انا الآن بدي اضيف انا هون تعلمنا for each loop تعلمنا على for each loop وتعلمنا على for each loop with break هذول تعلمنا قبل استخدمنا ثنتين لدينا for loop وفي لدينا for loop with break الآن اللي فوق هاي كانت تاخذ مدخل الر الآن انت هون في هاي الحالة هي نفس اللي فوق هاي الحالة اللي عندنا هون بتحطي بس قرقيمة index كم index بتعطي كم مرة بدك ينفذ الامر بدك ينفذ ثلاث مرات يعني صفر واحد اثنين ثلاث مرات في هاي الحالة نفس اللي فوق ها بدك ينفذه مثلا اربع مرات من صفر لثلاث صفر واحد اثنين ثلاث هاي اربع قيم بعدين اعمل break الان تعلمنا مع الري و تعلمنا العادي الموجود معنا ايضا اف اف اعمل اعمل الري actor اختار اختار من هنا actor اجعل actor object reference اضع اختار قيمة واحدة اختار array اعمل combine وضيف مجموعة actors يعني الان افترض هذا فقط على اسبيل المثال بدك انت مجموعة شخصية تطلع من بوابة بتغير تحط هون والشخصيات الاربع بتطلع من بوابة مع بعض فهاي تستخدم array مع اي اش بتحب انت هون طبعا لها طريقة لما تخرج من بوابة واحدة لكن اعطيك مجرد مثال في عندك كثير من الامثال الثاني بتغير تستخدم array لل actors وغير ها من القيم ممتاز هيك نكون خلصنا الدرس لا بس نسينا شكل واحدة اخيرة في عندنا node reverse for each loop reverse for each loop اخر واحدة هي اطبع array بالمقلوب يعني بتوصل نفس كل التوصيلات اللي وصلنا البرامي بتبدأ منتحد ممتاز جدا 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 يلا في اهل الله مع السلامة بشكل بدي ارصيب عدو مع السلامة